اشتركوا في القناة وكذبت المحام فاروق سنطيني تكذيبا قاطعا وقالت بأنه لم يحض بأي لقاء مع الرئيس بوتفليقة أسئلة كثيرة تطرح حول توقيت وتفاصيل تصريح الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وترقيتها التابعة لرئاسة الجمهورية نية الترشح العام 2019 لعهدات رئاسية خامسة قبيل أيام من موعد الانتخابات المحلية يطرح أيضا الكثير من الأسئلة وتفنيد بمثل هذه الطريقة يضع المحام فاروق سنطيني في موقف محرج جدا بل في موقف لا يحسد عليه المحام ذهب إلى أبعد من ذلك بل قال بأن الرئيس عازم على تقليص نفوذ رجال العمال في الساحة والحفاظ على الدولة الاجتماعية ليأتي هذا التصريح ويفتح فصلا جديدا من الجدل السياسي في الجزائر الرئيس كان يتكلم بصوت خافت ويعاني من فشل في القدمين بسبب عدم تحريكهما مدة طويلة تفاصيل تزيد من الجدل في الجزائر حول تحسن صحة الرئيس الذي يريد أن يستمر في خدمة الجزائر حتى الوفاة بحسب المحامي فاروق سنطيني تصريحات في عز الخريف ونفي أيضا يربك الساحة السياسية فهل وجدت نبض أم تخريف محامي في عز الخريف السياسي؟ ترجمة نانسي قنقر